السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة ومعتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للأول مرة ما ينساش اللايك والشرك في الخناة وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الماقلة له بإذن الله اللي يتبعني استفاد من الحلقة اللي أنا بقدمه لكم أول بأول سأعلم هنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها في حلقة النهاردة مميزة جدا جدا هعرفكم من خلالها إزاي نحدث رسيفر استرسات الفين متين وكل الأجهزة الشابهة اللي هتحتوي على نفس المينيو اللي هتظهر الوقت قدام حضراتكم يعني بطرقة سهلة جدا أي جهاز بيحتوي على نفس المينيو اللي قدام حضراتكم هنقضى عرف في إزاي نتعامل معاه وهنقدر نتعامل معاه بكل سهولة ومن خلال حلقة النهاردة عرفكم إزاي بننزل كل قناة الجديدة على الرسيفر وأيضا إزاي بنبحث الرسيفر ونبحث الترددات اللي أنا عايز أضيف تردد معين أو في قناوات جديدة نزلت مثلا وعايز أنزلها على الرسيفر بتاعي فمن خلال حلقة النهاردة هنعرف إزاي نبرمج الرسيفر والننزل على كل الترددات الجديدة أو أي قناة بتنزل جديدة عرفكم من خلال حلقة النهاردة إزاي نضيف القناة على الجهاز بتاعنا بكل سهولة. اي جهاز بيتعمل بنفس الرموت اللي هيزهر قدام حضراتكو على الشاشة. او هيتعامل بنفس المينيو اللي هيزهر ايضا على الشاشة قدام حضراتكو. هنتعمل معي بنفس الخطوات عشان نضيف قناوات الجديدة. اول حاجة بالنسبة للقيام العربي. كل اللي هعمله هضغط من الرموت على زرار المينيو. واقف على قيمة وفا كلمة انشاء بنزل على كلمة انشاء وهضغط اوكي. هيزهر لقيمة تانية. مجرد ما بيضغط على كلمة الانشاء بزرار اوكي. هيزهر لقيمة فيها البحث التلقائي والبحث اليدوي. او بحث كتاب. كل اللي هعمله هضغط بعد كده على كلمة البحث التلقائي واضغط اوكي. لو جهاز طلب مني رقم سري او في حالة طبعا معرفة ان الرقم السري عبارة عن اربعة تصفار. ولو انا مدخل اي رقم سري اخر سهل جدا كل اللي هعمله بكتب الرقم السري او البن او المستر بتاعي. ومجرد ما بدخل البسور ده ادر بعد كده. هدخل للقوائم اللي هي المتتالية اللي هتظهر لبعدين. يعني بترأى سهلة جدا اي جهاز بيحتوى على نفس القيمة اللي قدام حضراتكو. من خلال الخطوات اللي هابعينها الوقت لحضراتكو بالتفصيل. هنقدر نضيف كل قناوات الجديدة على راسيفر بترأى سهلة وبترأى احترافية جدا. اول حاجة هضغط من الرموت على الزرار المينيو زي ما قلت لحضراتكو. وبنزل على كلمة انشاء واضغط اوكي. بالنسبة لقيمة العربة هيظهر لي قيمة تانية او فيها كلمة بحث تلقائي. لو ضغطت على بحث تلقائي بزرار الاوكي. هيظهر لي قيمة تانية هو فيها كلمة الامر الصناع من فوق. وبعد البحث التلقائي هيظهر معي اه الخاصية اللي هي الخانة بتاع كلمة نوتورك. وفي حالة الرقم السر زي ما قلت لحضراتكو بيبقى اربعة اصفار. او في حالة لو انا امدخل اي رقم سر بطرأى سهلة جدا ادخل رقم السر دوعا عن طريق الرموت. وبعدين هتنقل القيمة اللي بعدين. اللي هتظهر لي وانزل على كلمة نوتورك واضغط على كلمة اون. اخلي دايما النوتورك دي مفتوح عن طريق سامل يمين والشمال. واجه بعد ما خلصت الاعدادات وزبطت الاعدادات بتاعتي. كل اللي هعمله اضغط من الرموتع الزرار الاحمر. وبالتالي الجهاز هيبتدي البحث زي ما ظهر قدام حضراتكو. وفي نفس الوقت في ترددات بتعد معي او بالنسبة لمجموعة الترددات والقنوات بتظهر معي على والجهاز بدأي البحث بالفعل. يعني بترى سهلة وبخطوات بسيطة جدا. بس تعمل زرار المينيو. وبعدين اقف على كلمة انشاء واضغط اوكي. وبالنسبة للبحث التلقائي ادخل عليها عن طريق زرار الاوكي. ولو طلب مني كلمة سر بدخل البسورد بتاعها وبعدين. اضبط اعدادات الرسيفر وبزل اخص اعدادات الشبكة او النطورك بيخليها دايما اون. عشان ينزل كل الترددات اوتوماتيك. وفي نفس الوقت بحدد نوع القنوات اللي انا ابحثها. مثلا قنوات الف تي اي يعني قنوات المفتوحة فقط. وبعدين اضغط على الزرار الاحمر. عشان الجهاز يبتدي البحث معي زي ما ظهر قدام حضراتكو. والجهاز مجرد ما يخلص السيرش او البحث. هيزهر لي كلمة جاري الحفز او جاري حفز البيانات. وبكده يبقى الجهاز خلص بطريقة سهلة جدا. ونزل معي كل قنوات الجديدة بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة واحترافية جدا. نجي بعدين لو حبيت اضيف تردد عن طريق البحث اليدوي. بضغط من الرموت على الزرار الميني ووقف على كلمة انشاء واضغط اوكي. وانزل بعد اكتده على بحث كتاب. اضغط عليها اوكي اللي هي موجودة تحت كلمة بحث التلقاء اوتوماتيك. بنزل عليها واضغط اوكي. هيزهر لقيمة الترددات كل اللي هعمله استعمل الالوان اللي موجودة عندي في الرموت. مجرد ما بضغط على الزرار الاصفر هيزهر معي خانة وفاق كلمة اضافة او تعديل او حسف. لو انا عايز اضيف تردد بوقف على كلمة اضافة واضغط اوكي. واضيف التردد بتاعي واضيف البيانات بتاعة التردد. وبعدين ابتدي البحث اللي انا هبحث التردد اللي انا ضفت اضعونا عن عن طريق الزرار الاحمر. وبالتالي الجهازة يبتدي يبحث التردد زي ما ظهر قدام حضراتكو على الشاشة. وبكده يبقى قنواتي الجديدة انضفت معي بطرقة سهلة جدا جدا. يعني سواء البحث التلقاء او البحث اليدوي بالنسبة للخوام العربي التعامل معها سهلة جدا جدا. بنفس الخطوات اللي انا ذكرتها لحضراتكو. وفي حالة طبعا ما الجهاز بيقولي التردد دوعا موجود عندي على راسيفر. في الحالة دي ما بعملش اضافة عن طريق الزرار الاصفر او الاحمر او ايه الوان موجود عندي. لأ كل اللي اعمله هدور على التردد عن طريق السهم اليمين والشمال. واقف على التردد الموجود واضغط عليه عن طريق الزرار الاحمر الموجود في الرموت. وبالتالي الجهاز هيبحث التردد الموجود بطرقة سهلة جدا. زي ما اتعملنا مع الخوام العربي. نجأ ايضا بالنسبة للشرح على الخوام الانجليش وتعامل معها سهل جدا جدا. كل اللي هعملها عشان اضيف اي تردد او بالنسبة للبحث التلقائي. هضغط من الرموت على الزرار المينيو. واقف على قيمة وانزل عليها هو اضغط او كي. اول ما بضغط على كلمة hand هيزهر لقيمة تانية او كيمة اوتو سكان. بنزل على كلمة اوتو سكان واضغط على او كي. طبعا الاوتو سكان بستعمله في خاصية البحث التلقائي نفس ما عملت في القوام العربي. مجرد ما بضغط على اوتو سكان بزرور او كي. هزهر لقيمة وفا كلمة النارسات في اعلى القيمة دي. وبنزل على بالنسبة الخاص ايضا. اللي هي نظام للشمل بخليها عشان ابحس القنوات المفتوحة فقط. ودايما بخلي ان دايما بخليها عشان كل قنوات الشبكة تنزل معي على بطرقة سهلة جدا. ومجرد ما بزبط الاعدادات بتاعتي بضغط ايضا على الزراعة الاحمر عشان الجهاز يبتدي البحث. ونفس اللي عملته ايضا بالنسبة لخاصية اضافة القنوات او اضافة الترددات. بقف على كلمة منوال اسكان وضعت اوكي. وضيف التردد اللي انا عايزه عن طريق الالوان الموجودة عندي في الرموت. ومنها الزرار الاصفر اللي هو بيحرر للترددات. او بيعمل اضافة للترددات او ممكن حزف. او لو انا عايزة عدل على التردد الموجود. يعني بطرقة سهلة جدا جدا نفس اللي عملته في القائمة العربي. هقدر استعمله في القائمة الانجليش. وسواء الجهاز عندك في البيت او انت في النمو مبتدأ في مجال الالكترونيات. هتقدر تتعامل مع صفر ستار سات الفين متين وكل الاجهزة الشابهة اللي بتاحتوها على نفس المينيو اللي قدام حضراتكو. ونظام التعامل معا سهلة جدا جدا. من خلال الخطوات اللي انذكرتها لحضراتكو. وبينتهى في الفيديو بتاع النهاردة. ويعتبر صفر كولي. ويعتبر من الاجهزة السهلة جدا التعامل معاها هو جهاز تورمان. وايضا كل الاجهزة الشابهة اللي بتاحتوها لنفس المينيو. لو عجبك الفيديو واستفدت منه اي معلومة او اول مرة تتفرج على قناتي. اضغط لايك واشترك في القناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصلك مني كل ما هو جديد في عالم الالكترونيات. بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة